ناصر العطية أهله وسهله فيك في الأردن يا مرحبا يا مسهلا فيك والله إحنا كتير مبسوطين إنك معنا اليوم ومبسوطين أكتر لأنني عرفت أدي أنت بتحب الأردن وقبل ما تيجي سمعت أنا كنت حابب تنزل وتأكل صواني بالبلد فبدي أعرف إذا رحت إلا لأ يعطيك العافية طبعا أول ما نزلنا على الأردن رحنا نكلنا صواني والأردن يعني عزيزة على قلبي درست فيها أول رالي بديت مسيرتي برالي الأردن والحمد لله اليوم نتكلم عن مشاركة كثير فعالة خاصة إنجازاتي بالأردن يعني ما شاء الله رغم غياسي إن شاء الله اليوم ستكون انطلاقة الرالي دولي وإن شاء الله إذا فزت بهذا الرالي اللي فهمته إن شاء الله بتكون هاي المرة رقم 18 اللي بتفوز فيها نعم نعم اللي هي رالي شرق الأوسط رالي شرق الأوسط نعم صحيح أهم سؤال إيش الشعور لما يكون هل أدى عندك عدد كبير من خلينا نحكي الجوائز أو المراكز الأولى اللي جبتها هل الشعور بتجدد ولا بتكرر ولا زي ما هو هل أكيد يعني هذا شعور شعور لا يوصف يعني نتكلم عن عن 18 سنة من الانتصارات يعني بسيطة يعني لو نرجع ببداية ناصر العطية فوزي بألفين وثلاثة بطولة شرق الأوسط لأول مرة من بعدها في رقم قياسي اللي هو رقم محمد بن سليم اللي حاليا يعني رئيس الاتحاد الدولي 14 مرة احنا نتكلم اليوم ناصر العطية سجلة 17 مرة وإن شاء الله في رالي هذا الرالي لأردن إذا فزنا إن شاء الله وحالفنا الحظ أن تكون للمرة 18 يعني هذه بتعطي دافع كبير لي والاستمرارية يعني إذا بتلاحظين الحمد لله يعني أنا حريص على مشاركة بطولة شرق الأوسط لأن هي البطولة اللي طلع منها ناصر العطية وأنني اليوم محافظ عليها وعلى المشاركات وخاصة يعني نتكلم اليوم نحنا بالأردن هو يعني من أجمل التنظيم في المنطقة بكل صراحة يعني الأخوة هنا والنادي الملكي يعني وبحبوك كمان وحنا نحبوك ويحبو مشاركة ولي أصدقاء ولي أخوة وربع والواحد اليوم يفتخر أن تكون الرياضة المحركات خاصة هنا بالأردن يعني جاية من المرحوم الملك حسين صحيح الله يرحمه وطبعا الله يطول بعمر الملك عبد الله هو من المحبين هذه الرياضة والأمير فيصل يعني إحنا محظوظين أن العيلة الملكية محافظة على هذا التاريخ وعلى هذه الرياضة لأن اليوم هذا يعني الصغير والكبير يحب رياضة السيارات صحيح بالإضافة للإنجازات المحلية كمان في عالمية يعني الـ WRC مرتين في عنا داكار في عنا غيره دي أرجع شوي لناصر أعطيه لصغير الطفل هل منه أنت صغير كان عندك حب لهاي الرياضة ولا لا؟ والله شوفي يعني الرياضة هذه محبوبة عند الصغير والكبير رياضة السيارات يعني لكن ما كان حدفي أني أكون يوم الأيام سايق لكن جات التجربة حبيتها ومن بعدها يعني طورت نفسي واتجهت بعدين تقريبا للعبة الرماية ولعب أولمبي وشاركت في سبع دورات أولمبية وأخذت فيها تقريبا للبرونز ميدل في لندن ومن بعدها رجعت على راليات مع هذا السؤال كيف منهون قررت أنك ترجع ليه رجعت على السيارات؟ طبعا رجوعي للسيارات تقريبا هل لنصار عندك دعم معين تشجيع معين مثلا لنجاحك بالأولمبياد شجعوك تقلب على السيارات؟ أكيد يعني أنا في بداية بداية رياضة السيارات ومن بعدها حولت على الرماية لأن البلد كانت محتاجة لعب أولمبي طبعا من حظي أنا كنت بالرماية وشاطر فيها ومن بعدها يعني عشر سنين صح؟ عشر سنين نعم ورجعت مرة ثانية لرياضة السيارات بقوة لأن كان السجل الراليات في قطر الدولية ما كان في حد فايز فيها يعني من قطر يعني كان فيه تقريبا محمد بسليم والشباب الثاني فلسه ما كان فيها أيوة لكن طبعا رجوعي بقوة في 2003 والحمد لله يعني من 2003 لن اليوم أنا الوحيد اللي فايز برالي قطر يعني نتكلم عن تقريبا 18 سنة من 2003 لن اليوم يعني آه يعني 18 سنة ومشاركاتي هنا في خاصة في الأردن حنا نتكلم عن 14 فوز ويعني وإن شاء الله يكون حليفنا هذا الأسبوع إن شاء الله يكون 15 إن شاء الله وبالعكس يعني أنا جدا محظوظ وسعيت أن أثبت وجودي وأسجل اسمي في محافلة الدولية والعالمية صحيح لا ورح أرجع لهاي النقطة بس بدي أسألك إيش واش التشابه ما بين رياضة السيارات والشوتينج خلينا نحكي بالتركيز باللياقة هل فيه تشابه؟ هي اللياقة البدنية محتاجة لجميع أي رياضة يعني يمكن بعد أنت ما شاء الله فارسة وتعرفين ركوب الخير يعني اللياقة البدنية مهمة طبعا استخدامي لرياضة الرماية هي أعطتني تركيز جدا عالي لرياضة السيارات وبالعكس الرياضة السيارات بتساعدني على الرماية القوة البدنية والجسدية وأنا محظوظ أن تكون عندي هذه اللعبتين وخاصة اللعبتين هذا مالهم عمر صح يعني مالهم عمر يعني الحمد لله يعني اختياري فيهم يعني على الخمسين أو الستين أو غيره العمر كله يعني ممكن يعني أن نشارك ونستمتع لأن اليوم أنت تغريبا في رياضة الخيل الفروسية رياضة الرماية السيارات يعني العمر ما ي... بس بالرماية والسيارات التركيز بختلف يمكن أكيد 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 يختلف لكن نتكلم اللياقة البدنية الرياضة يعني لابد أن حنا نحتاج أن يكون التركيز عالي والتركيز عالي ما يجي إلا من الرياضة صحيح قبل أن نركز أكتر بالسيارات وبوجودك بهذا العالم أنا شخصيا كان يشرفني أكون معك هذا الأسبوع بالتدريبات بالعكس نتشرف إلى ثلاث أيام أسأل كل الفريق عم بقولهم واو واو بس إلى ثلاث أيام بحكي واو لأنه جد ما شاء الله عليك يعني مبغوب الفطرة وليه شفته بحياتي ما توقعت لازم أنت تعطينا يعني إيش كانت خبرتك يعني يوم ركبتك معي بالسيارة لا ما هو فرح نطلع هلا خليهم نشوفوا شو عمينا ونرجع إن شاء الله المعنويات عالية بس بي شوية تخوف لأنه اليوم رح نعمل إيشي كتير رهيب شوية بيخوت شوية متوترة شوية بس رح عمل حالي إني مش خايفة ومش متوترة أول مناصر يوصل اليوم رح نطلع بهاي سيارة من مناصر عطية نعمل تستنج للرالي الدولي رح أكون معه عندما تدرب وأجن رح عامل حالي إنه أبداً مش خارق عندي قزم قزم سمت على هذا الإنسان على الأطول على الأطول أبداً أنا متأتمد ألاً أنا صدمت أولاً من كل جهاز من أنه لا ترى وأهداً كنت أخبر أن هذه السيارة غير الأطول مختلفة مختلفة كلية هذه أعرف سيارة مصنع أريد أن أعرف ما هو المتعة اليوم اليوم أريد أن أعرف ما هو المتعة والإدمان لكم ستتمثين 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 وها درالي سمعت أن هذه المرة حتى المراحل أطول أطول مختلفة نوعاً ما عن السابق استخدمواها تقريباً مراحل بطولة العالم بطولة العالم أنا على فكرة طفولتي كنت أجي أحضركم يعني عملي حقاً كنت أحضرك لكن اليوم أول مرة سأشوف عدلت كابريلنا لا 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 مشتين لا مش طفولتي طفولتي بس يعني طول عملي كنت أجي نحضر فاليوم رح تكون أول مرة بأشوف الجانب الآخر ولازم تحضير الرالي ها؟ آه كبير لا لا إحنا موجودين كل يوم لا لا إن شامر طب سؤال لما يكون عندك تدريب الصبح فيه إشي معين بتعملي أو عادي؟ لا لا يعني بيكون في يعني 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 تركيز أوك أيوة طب الشعور بالتستنج زي الرالي أو الرالي الأسوات؟ كرهبة وخوف التستنج هي نهيئ العربية السيارة للأرضية طبيعة الأرض لأننا نحن جاي من الكويت الكويت مختلفة حمها غير رملة ومختلفة طب أنت سؤال بتجرب مراحل بلاوي خلال السنة مراحل الأردن حافظ أشي منهم؟ متذكرهم؟ كلها حافظة يعني حافظهم متذكرها؟ نعم متذكرها لكن طبعاً أنا ما مشأة الحفظ أنا أمشأ على طبعاً طبعاً لأن الباس سوس مختلف يعني يعني خلاص أنت أعطيتي المعلومة للكويترايفر والكويترايفر بيعطيتي المعلومة وقت الرالي يعني هذا بيكون أفضل لي أنا صح هلأ بالتستنج أنت بتعطي المعلومات؟ أنا الحين أعطي المعلومات تكتبها لي وبعدين خلاص نبلش ويعيد لي إياها على طول يعني طب حلو لا حماس حماس في حماس خلينا نشوف إذا الحماس إن شاء الله اليوم راح ننبسط إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله وهلأ نشوف إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إن شاء الله موسيقى 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 أنا لم أردت شيئاً في حياتي صراحةً حبيت أنك أنت شرقني أني أنا جريئة ماشاء الله عليك أنا صراحة كنت مأمني عليك أنت لأنني كنت أنت بطل العالم هل يصبح أي شيء لا، ممكن إحتمال يصبح لكنه ماشاء الله عليك أثبتت وجودك شكراً، لكن أكثر شيئاً لاحظته التركيز التركيز نعم والأشياء التالي يصل لك عنه هو التوتر هل تكون التوتر أو لا؟ قبل أي سباق؟ لا، حالياً مع هذه الخبرة يوجد التوتر لا يجب أن التوتر إذا لم يكن هناك خوف لن يكون هناك نجاح أو كيف تتحكم بالتوتر؟ أرى أنه يتحكم لكن سبحان الله عندما أضع الهلمة الخوذة كل شيء يتغير فيني تدخل العالم ثاني نعم، هناك تركيز مئة بالمئة حبك، دعنا نتحدث عن أنك تفوز هل إليه خاص بحبك لأنك دائماً تفوز وتكون الأول؟ أم هل يكون هناك توتر أنه يجب أن تنال إعجاب بالداعمين؟ مثلاً أنا هذا الشيء كثيراً أفكر فيه السبونسور أين هو اليوم؟ أكيد هناك دعم كبير من السبونسور والشركات التي معك هل يكون هناك هم أنه يجب أن تفوز عشانهم؟ أكيد يعني دام دام السبونسور يحترم السائق ويدعمه أنت اليوم تتكلمين عن يعني فوق تقريباً فوق العشرين سنة أو الخمسة وعشرين سنة أنا استمر في رياضة الرماية وفي رياضة الراليات كلها طبعاً دعم لكن هناك ثقة بين الطرفين وفي ريسبكت يعني هذا هو الأهم حاجة طبعاً أكيد أنا حريص أني أفوز لناصر العطية وطبعاً أنا كترفع اسمه وأكيد أني أرفع اسم للسبونسور طبعاً خاصة في مجال الرياضة صحيح من غير هذا الدعم تشعر أن تصلت إلى أين أنت اليوم؟ الدعم المادي شوفي يعني أدي مهم بهذه الرياضة في بدايتنا كانت جداً صعبة يعني لكن طبعاً الحمد الله نحن محظوظين في قطر يعني من الحكومة يدعم الدولة يعني الدولة تدعم المواهب تدعم الشباب يعني اليوم اللي نحن قاعدين نشوفه في الطرقات العادية الحوادث يعني بإمكانية أي دولة تختار متسابقين بالعكس هذا يكون نموذج للآخرين صحيح لكن طبعاً يعني بتحس حالك سائق موهوب أو محظوظ لا طبعاً الموهبة موجودة يعني لو أني محظوظ ممكن أستمر سنة 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 الحظ هذا لازم يكون يعني موجود لكن طبعاً الحظ يعني يعني هو بيجي توفيق من رب العالمين صحيح وخاصة من مستقية الشخص مع الآخرين صحيح لأن اليوم أنا يعني ما شاء الله يعني الكل يدعمني لكل حب ناصر العطية الكل يبغي يكون مع ناصر العطية دائماً أهدي الفوز هذا للشباب حلو صحيح لأن اليوم نحن موجودين بكرة ما رح نكون موجودين صحيح ودائماً تتحدث عن تشجيعك لإنهم نعم صحيح أنا أحب تعمل مدرسة للجيل الأصغر نعم صحيح نعم صحيح هذا الأشيء كثير حلو الآن برياضة السيارات زي ما حكينا هناك تنافس دعنا نتحدث هل أنت شخص سهل استفزاز أم لا؟ تستفز لا أستفز أنا أحب طبيعتي حتى لو أخسرت لا حتى لو أخسرت هذا نصيب ربي كتبالي لكن طبعاً حتى الفوز لما أفوز سبحان الله ثاني يوم أنس الفوز حلو يعني لا يوجد غرور لا 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 يوجد غرور الحمد لله الفوز هذا أصبح تاريخ أصبح تاريخ أصبح تاريخ يعني اليوم من بعدها أدور على حاجة ثانية أني أفوز فيها لهذا السبب أنا دائماً مستمر والحمد لله تعتبر حالك أفضل صائق في الشرق الأوسط؟ الأرقام؟ نعم حلو حلو أن يكون هناك ليس بس مجابة الأوسط حتى عالمياً حتى عالمياً فوزنا ببطولة دكار ورفوزنا ببطولة العالم صحيح صحيح قدرت أثبت حالك يعني أثبتنا وجودنا واليوم أنت لما تشوفين الداعمين لناصر العطية كلهم شركات عالمية يعني طبعاً وصلنا لمرحلة وصلنا لمرحلة وصلنا لمرحلة خلاص أقول أنا لا أحط مصاري أو فلوس من جابي يعني لأن أنت تتكلمين الرياضة هذه يعني جداً جداً مكلفة يعني ليس بسيطة ولهذا السبب أنا دائماً أقول يعني يعني في أي مشاركة نشارك فيها أن الدول يعني تختار لها سائقين حلو أن تدعم يمثلون البلد بالأكس يعني اليوم الحمد لله يعني الكرة الغدن مدعومة صحيح الألعاب الثاني مدعومة ببعض الدول يعني نعم لكن طبعاً رياضة السيارات الحمد لله يعني هي من أسرع الرياضات وصولاً صحيح ممكن صحيح يعني الكل يحب هذه الرياضة صحيح ماذا أهم صفات السائق المحترف أو الذي يريد أن ينجح دعنا نحكي إذا كان هناك من الشباب الصغار الذين يحضروا يقولون لك ماذا هي الصفات التي يجب عليها؟ هناك صفات كثيرة يعني الاحترام الشخص عندما يريد أن يكون بطل في المستقبل لا يكون مستعجل يعني أنت ليس في يوم وليلة صحيح ليس في يوم وليلة يعني الإنجاز سيأتي لكن طبعاً الإنسان يجب أن يعمل على نفسه لكي يصل إلى الهدف صحيح هذه الرياضة كثيراً فيها جرأة وتضحيات أنا سأسميها رياضة التضحيات بعد اللي شفتها وأنت عندك أولاد هل هل تخافوا أنت بالسباق؟ لا سموح الله لا سموح الله يحدث أي شيء يعني في عندك عيلة يعني أحياناً يقولون للشاب اللي ما عنده عيلة الخطر والخوف أقل لا تخاف أن يحدث أي شيء لا سموح الله لا بالعكس يعني الخوف موجود في كل إنسان لكن لما يكون الأهل يشجعون الأولاد لأن عندي ما شاء الله شعيل وتميم بحب حابين الرياضة وأنا بالعكس أدعمهم أنا يعني أقول لهم يعني دايماً أودهم معاي وهم لسه صغار يعني لكن حط لهم أنا خطة وأكيد يعني هدفي في المستقبل إن واحد منهم يكون يحمل الرأي طب بعيداً عن السيارات ناصر بالمنزل كيف مع العائلة مع الأولاد هل في أنشطة مختلفة في توتى؟ في توتى؟ تحب العائلة في البيت؟ طب ما تقومون بالبتة؟ مثلا تطبخ؟ تعمل أشيء يدوي؟ كل شيء يعني يعني عادي أحيانا أن أطبخ أحيانا أكون بالبيت ألعب مع الأولاد أحب أقرأ أحب أتفرج على بعض البرامج المهمة التي أنا بستفيد منها ما هي طبيعة الأفلام التي تحضرها؟ هل تنتجح إلى شيء معين؟ مثلا أكشن أو أشيء ممكن وثائقي؟ وثاقية اكثر يعني اكثر يعني الاكشن وحلو قلتلي ان انت بتقضي كتير وقت بمزرعتك في اسبانيا بالمزرعة في اسبانيا ومحسة وقت مع العائل هذه المزرعة كان هدفي من زمان ان يكون عندي اكاديمية والحمدلله اليوم صارت المزرعة في برشلونة والاكاديمية ناصر العطية ريسنج موجودة والحمدلله الكل شباب وبنات يعني وانت شاء الله تسألتك ان تشعر البنات لا لا بالعكس بنات يعني حبين هذه الرياضة وهي الرياضة هذه ليش مختصر على الرجال يعني بالعكس يعني كانت في واحدة ميشيل موتون يعني كانت نافس ابطال العالم ومن اقوى السائقين في العالم حتى محليا بعتقد كثير في نساء يعني اولهم خالق نازل مجالي وغيره يعني لازم احس لو يكون في دعم لأي سيدة ممكن يكون في نجاح اكيد يعني الدعم هو مهم في الأول والأخير وفي يعني عنصر نسائي ممكن يكون في المستقبل ابطال يعني كيف بتحافظ على لياقتك خصوصا نحن نحن نحكي سنة عن سنة عم تكبر وانت لساتك بالرياضة بس ايش ايش التمارين هل فيه تمارين معين نحن 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 هل في الند计، طعام يا Pink؟ نحن 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 فريد deals relating excluded هذا الكثير على كل مشاريع أول ما قمناrait الاردن منصف artist at the كثير، كثير، لأن أردن أنا جيتها في 83، 84 و 85 و 86 درست فيها حلو، إن شاء الله، فمن زمان أنت لك عمانسك وتعرف الأشي فيها، حلو وطبعاً، يومياً تتدرب؟ يومياً، 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 تمرين اللياقة هذا الساعة كاملة الجري أو السيكل أو السباحة لأن اليوم أنا الرياضة، يعني أنا ما أسويها لرياضة السيارات أو الرماية أنا الرياضة أسويها لنفسي أنا يعني الرياضة يعني بتكون الإنسان بيكون فت مرتاح نفسياً وبيعطي صح صح، اليوم لوقتنا هلأ، ماذا يعني لك المال؟ المال؟ مادياً؟ ناصر أكيد حالياً يعني كنت نحكي مرتاح إن كان مدعمه من الـ الحمد لله، الحمد لله، الحمد لله ما يعني لك المال؟ شوفي المال، المال هو وسيلة أيوة، المال يعني يأتي ويروح يعني لي الصحة الصحة هي تسوي المال وكل شيء صح، لكن المال يجلب السعادة؟ أكيد المال يجلب السعادة أو يعني يمشي الأمور أكيد، والحمد لله أحسنت أي شخص كان ببداياته ما عنده هذا الدعم المادي لو على كبر أو على نجاحه وصار عنده المادة، يصير فيه نوع من الـ المعرفة المختلفة، عرفت عليه لأنه خلص، يعني كنت تعرف في المر كيف كان فلما يصير معك فمشان هيك بحب أتساءل أنه بهيك وضع الواحد لما يكون مرتاح وعنده الداعمين أنه نفسية كيف تكون فحلو أنه أنت ما عندك أكيد لا لا، هذه الأمور هاي الحمد لله، يعني الواحد فيه خير ونعمة ولكن طبعا مثل ما قلنا يعني المال هو وسيلة يروح ويجي يعني والمال تقدرين تجلبين فيه في أي وقت، يعني مش صعبة يعني صحيح، ممكن يكون فيه ناصر العطية مستقبلاً؟ والله نتمنى يعني أنا بالعكس يعني جد هلأ صدقاً بتحب يكون فيه والله أني أحب بتحب أنت تضلك طول عملك أنت الأول لا لا، أحب اليوم قبل بكرة أنه يكون فيه غير ناصر العطية لأن اليوم ناصر العطية يعني عمل اسم خاصة في العالم صحيح وأكيد يعني نحتاج أنه يكون فيه غير ناصر العطية يكمل المسيرة هذه خاصة حتى في الراليات العالمية إن شاء الله، عندك كثير إنجازات إيش فيه إنجاز حابب توصل له؟ لسه ما بعد مع أنه أنت عامل كثير ويعني مش المفروض والله فيه إنجازات كثيرة لكن طبعاً ما معين؟ رالي داكار طبعاً أنا نفست فيه أربع مرات هو من أصعب الراليات بالعالم صحيح وطبعاً أحتاج تقريباً ثلاث انتصارات عشان يكون تأخذ الركود وإن شاء الله هذا يعني هدفي داكار إن شاء الله سيتكرر إن شاء الله وانصدمت أنا لسه أنت قلت لي أنك لم أحضرت أفون لسه لا يا عمري أنا أرى التلفزيون ولكن عمري لم أحضرت على أفون وعندي أصحاب كثيراً يعني على صعيد فرلاندو ألونزو والشباب وبتشجع هذه الرياضات أشجع هذه الرياضات وأحب هذه الرياضات وبعيداً عن الموتور سبورت كسيارات إليك على المتورات أحب الموتورات أحب الدراجات النارية أحب الدراجات النارية أتسلّ فيها يكون معي أصحاب كثيراً يعني نطلع رحلة بالموتورات أنت برجك القوس القوس نعم ومن الصفات لبرج القوس أحب للناس الحمد لله وهذه الأشياء أنا كثير لحظة فيك الحمد لله حلو أنك تجعل أصحابك حوالك دائماً هل هم من نفس أصحابك من زمان أم تجد؟ كلهم نفس الشيء يعني بالعكسة أصحاب ممكن أن يكون هناك منهم مصالح لأنه هناك هذا الذي يعرف لكن هناك أصحاب دائماً على الحلو والمر وخاصة اليوم نحتاج الأصحاب نحتاج الأصدقاء الصادقين لأن بكرة ممكن أن تتوقفين من الرالي من الرياضة لكن الأصدقاء والأخوان دائماً يكونون معك ومن صفات برج القوس حب الحياة هل أنت تحب الحياة؟ كثير كثير هل تحب البحر أو الصحراء؟ والله الكل البحر وصحراء السفر ألا أنك تسافر كثير السفر كثير إذا ننظر خلال السنة كم مرة تسافرها أو كم دولة تسافر؟ كثير إذا نحسبها في السنة أنا ثلاثمائة وعشرين يوم برّع لا نعم وتقضي وقت كفاية مع العائلة بأخذهم معي دائماً بأخذهم معي دائماً كونك سائق عربي أدي هذا الأشي حلوه لما تعمل إنجازات عربية ببلاد أجنوبية؟ جداً جداً يعني الدعم اللي بيجيني من دول أوروبا خاصةً من المقيمين العرب الكل بيفتخر الكل بيفتخر وخاصةً بجنوب أمريكا الجالية العربية بكثرة موجودة يعني كنت محصل دعم خلال العشر سنوات الأخيرة اللي شاركنا فيها بجنوب أمريكا اللي هو دكار يعني عندي بالتواصل الاجتماعي تغريباً أو السوشال ميديا عندي ثمانين بالمئة من جنوب أمريكا واو ماشاء الله حلو حلو هذا الأشي كثير صراحة طيب تندم على أي شيء صار بحياتك؟ أو شيء ما عملته بحياتك؟ لا والله ما في أي ندم؟ لا والله ما في أي ندم بالعكس يعني تعلمت من أخطاء كثيرة حاولت يعني أساعد ناس كثيرة بالعكس يعني إذا ترجع بالوقت تغير أي شيء؟ لا والله تتعيد وكله زي مكان يعني أنا لما أشوف الجيل الجديد يعني شوية صعبة صعبة يعني الحمد لله في جيلنا عصرت أنا خاصة برياضة السيارات عصرت الجيل الغديم وجيلي والجيل الجديد يعني صحيح صحيح لو نفكر بالفترة الزمنية يعني كتير في هذا هل في تاريخ معين حاب توقف فيه؟ هاي الرياضة ولا لا؟ لا والله ما جعل بالي أني يعني ما بتحس حالك أنه خلص لا لا أنا بالعكس يعني لسه شباب أو لسه شباب أكيد أو لما تخلص حابب تنتقل إلي شيء تاني؟ أو تحس رح تكون راحات؟ لا أكيد يعني أكيد رح يكون فيه فيه حاجة ثانية لكن طبعا مش نسوي لها أي بلان يعني يعني دائما أنا أخلي على كل شيء على الله على التسهيل على الله نعم والذي يأتي بالأكس إذا نقدر نخدم المنطقة نخدم البلد نخدم الشعب بالأكس إن شاء الله إن شاء الله ستكون سند قطر عشان في الفيفا والورلد كوب وحكيت لي إن شاء الله وحكيت لي وحكيت لي قبل مقابلة إن شاء الله بأحد المتاحف ستكون فيه أكثر عن الأغراض والله شوفي الحمد لله بلشت أنا بديت بتجميع السيارات اللي فست فيها ببطولة العالم وحتى الأسلحة الميدليات للرماية المختليات كل الرياضات كلها موجودة والحمد لله لأن اليوم الدولة يعني أعطتني ساكشن كبير في المتاحف الأولمبي القطري اللي هو باستاد خليفة اللي راح يكون عليه حدا المباريات أو ممكن يكون عليه الفاينال إن شاء الله أنت إلا تكون موجود إلا تحدى للتابلة راح يكون موجود يعني إن شاء الله راح يكون يوم تاريخي بالنسبة للعرب لأن اليوم كرة الغدم بطولة العالم اللي في قطر للعرب صحيح وليس لقطر صحيح فعلياً هذه بدأت من سيدي سمول أمير الشيختميم يعني هذه بطولة العرب بطولة إخواننا وبالعكس نحتاج دعمهم لنا في قطر وأهلا وسهلا فيهم في أي وقت إن شاء الله إذا تحبب أي حدا بقطر ما تقولهم حكي لنا إشي واحد عن قطر إذا تحبب الناس بقطر ما تحب تحكي لهم عن قطر قطر مفتوحة للكل ما أحلى إشي فيها كل شيء حالو فيها كل شيء كل شيء حالو وأنت جيت على الغطر يعني أنا جيت وحبيتها صراحة بس أنك من هناك هل في شيء معين مثلا تحب تحكي للأجانب عنه والله فيها يعني فيها ما شاء الله البحر فيها السحراء فيها المناطق الجميلة اللي صارت الكتارة لوسيل صح 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 يعني هذه الأمور يعني وقطر اليوم الحمد لله يعني ضامة الجميع إن شاء الله نحن نشوف أنا تاركتها على أخوي بس لا إن شاء الله نركب خيل مع بعض إن شاء الله إن شاء الله نشكر المتحب سيارات الملك اليوم لأنهم استضافونا وكانوا معنا ودعمونا بهذه الحلقة أنا حبيت أنه أنت زاير من قبل وحابب المتحب يعني شايفوا من قبل السيارات التي فيه نعم صحيح كنا موجودين في المتحب من زمان وطبعاً الفكرة جداً ممتازة يعني وهذه فكرة المرحوم الملك حسين وطبعاً كل السيارات موجودة شرح لي عن السيارات أكثر مني أنا لا أعرف السيارات صحيح السيارات التي شارك فيها براليات الشرق الأوسط نحن بسكشن أصلاً الراليات الراليات هذا أحلى شيء وانتو قلت لي هاي السيارة نعم هاي السيارة المنتا شاركتها في بطولة شرق الأوسط حلو فأي حدا بقدر طبعاً يجي ويزور المتحف كمامار بحب نشكركم جداً شكراً على وجودك ومنع لك كل التوفيق بارك الله فيكم ومشكورين واحنا سعيدين بجمعتكم الطيبة هذه شكراً 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 موسيقى 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 بخير نفسي رياضي ريكل الرياضي للقرب الهدى للطفال بخير معونا بخير معونا ناس الضعباتية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة